لم يترك شاردة أو واردة مسلسل حرق بجزئيه الأول والثاني يكشف بكثير من العالم مأساة الهجرة غير النظامية في تونس ترك المخرج لسعد الوسلات المساحقة فبين الحقيقة بتفاصيلها الموجعة واقع يدفع وأفق لا يقنع وبحر لا يرحم في هذا الفلك تدور مأساة من ركب قوارب الموت طلبا للحياة سفرت لإيطاليا وقابلت برشانيس في تونس قابلة برشانيس جربوا مسألة الهجرة غير النظامية قابلت حراكة وشخصية صاروخية شخصية واقعية وقابلتها في إيطاليا وبحثت معها وصورت حتى معها فممكن بالعكس أن الألم وريد جزء منه ما كنتش نوعا ما قاسي لأنه الواقع أقصى وقاسي من الشيء اللي وريناه وكبنا طورا من أحداث المسلسل محكمة إيطالية تقاضي صاروخ أحد أبطال المسلسل هو منظم لرحلات الهجرة السرية ويسمى في تونس الحراق رغم إجرامه انتقل إلى ضحية في دفاعه عن نفسه هاجم بشراسة أوروبا وسياسات لا إنسانية في الضفتين حقيقة يصعب جدا اختزال مأساة الحرقة في عمل درامي لكن هي مقاربة من المقاربات هي مقاربة فنية بالضرورة لابد أن تكتمل مع مقاربة أخرى مسلسل مهم للغاية لأنه يطرح قضية اجتماعية فيها الكثير من التفرقة للأسف الهجرة السرية ظاهرة تزداد يوما بعد يوم ونحن نكمل المشاهد هناك مهاجرون غير نظاميين يعبرون البحر مسلسل حرقة كشف عن الظروف في مراكز الإيوائي في إيطاليا وعن شبكات الاتجار بالبشر والمتورطين فيها يقول المخرج أن العمل طرح فكري توثيقي ودعوة إلى التمع لقى مسلسل حرقة نجاحا لا نظير له وتناقلت وسائل إعلام عالمية الحديث عنه حتى أنه قد يترجم إلى لغات أخرى فالهجرة غير نظامية لا حدود جغرافية لها ألمك رد إليك مسلسل حرقة يعيد إلى المجتمع المشاهد تفاصيل مأساة الهجرة غير نظامية التي انطلقت منه أصلا حينما تكون الدراما المرآة العاكسة فتح الفلح ميديا توناس